السلام عليكم اليوم حبيتني شارك معكم تجربة انتاعي مع موقع رصيدك صراحة هذا الموقع شرحه بزاف اشخاص يعني روح اليوتيوب حوط ريح تلقى بزاف اشخاص شارحين هذا الموقع صراحة عندما رأيته اول مرة صراحة دخلتني بعض الشكوك به ولكن بعد البحث والاطلاع حول هذا الموقع والتواصل مع الدعم الخاص بهم يعني تأكد من انه موقع صادق الى حد الان تقريبا وهذا الشخص اسمه عبد البسط فريد تقريبا هذا ثاني شخص رأيته يعني انا تقريبا رأيت الموقع في الصباح قمت بالبحث عنه بعدها في المساء قام هذا الشخص او هذا الصادق الذي قناة على اليوتيوب كذلك قام بشرح هذا الموقع في المساء ولكن كانت لدي لمحة عن هذا الموقع خاصة عندما وجدت انه لم يقم بتغيير اللوغو في ذلك الوقت يعني كان هناك يعني لوغو خاص بشركة اخرى او موقع اخر وهو مدخولي سوف نقم بالدخول الى موقع مدخولي بهذا الشكل هذا هو الموقع تقريبا وجدت نفس السكريبت فاعتقد انه موقع نصاب يعني فقمت بالبحث عنه لمدة تقريبا اسبوع او اسبوعين قمت بالبحث عنه التأكد والتواصل مع الدعم وبعدها ماذا فعلت قمت بالاستثمار به ولم صراحة لم اشارك يعني كما اقول يعني بما انه موقع استثماري ولست متأكد منه فلم اشارك معكم التجربة او لم اقم بشرح الموقع في ذلك الوقت لم اقم بشرح الموقع في ذلك الوقت وانما قمت بالاستثمار حتى اجرب يعني هذه مخاطرة ربما يكون صادق ربما يكون نصاب ولكن يعني اتضح لي انه موقع صادق يعني كما نرى هنا منصة جزائرية للاستثمار الحلال هذه المنصة تعمل في مجال التسويق والتجارة والصناعة اليدوية كما قلنا سابقا ولدي المشاريع على ارض الواقع على حسب ما جاء في ذكر الموقع بنسبة لي اقل حد لاستثمار هو يعني مليون كما نقول رحنا مليون تقريبا خمسون دولار على ما اعتقد بنسبة لطرق الدفع سوف نرى يعني انا اردت مشاركة معكم بالنسبة الى يعني الارباح اليومية التي تقوم بالدخل الي المعزر هذا الموقع نعم موقع رصيدك موقع رصيدك كما ترون هنا هنا سجل الاستثمار لا نحن سوف نقوم بالتوجه الى سجل المعاملات كما ترون بالنسبة لسجل الاستثمار انا قمت باستثمار تقريبا سلسون الف دينار جزائر يعني ثلث ملايين تقريبا كما ترون بالنسبة الى عدد الايام تقريبا اربعة وخمسون يوم مدة الاستثمار يعني منذ ان قمت بالدخل في هذا الموقع سوف نتوجه الى سجل المعاملات حتى نرى الارباح كما ترون تقريبا ارباح متغيرة كل يوم كما ترون اليوم 15 بالنسبة لتاريخ اليوم 15 نوفمبر 2022 وكما ترون خمسة عشر اربعة عشر ثلاثة عشر اثنى عشر عشر وإلى ما غير ذلك هنا انظر واحد نوفمبر وكما ترون هنا اه بنسبة الى هذا التاريخ كما ترون في بعض الايام تصل حتى واحد او كما نقول احنا واحد وثمانين الف يعني ثمان ومائة وعشر دينار جزائري ما يقارب اربعة دولار في اليوم يعني اربعة دولار في اليوم شيء جميل وهنا اثنان دولار يعني كما قلنا ارباح متغيرة سوف نتوجه الى هنا حتى نرى تاريخ الاستثمار كما ترون هنا قمت بالاستثمار في هذا الموقع يوم تسعة عشر او قمت بالايداع به يوم تسعة عشر تسعة الفين واثنان وعشرون كنت اعتقد انه عندما تقم بالايداع مباشرة يتم تفعيل الباقة ولكن لا يعني تأخر تقريبا ثلاثة ايام حتى اكتشفت انه يجب عليك اه شراء الباقة فقمت بشرائها يوم اثنان وعشرون في الشهر كما ترون ثلاثة الاف او المعزيرة ثلاثون الف دينار الجزائري كما قلنا ثلاث ملايين ثلاث مليون كما نقولون احنا بالدينار الجزائري بالنسبة الى باقة الاستثمار كما قلنا باقات الاستثمار تقريبا في هذا الموقع توجد باقة واحدة اما بالنسبة للموقع السابق على ما اعتقد نعم كما ترون به ثلاث باقات باقة مليون ثلاث ملايين وخمس ملايين يعني هذه الباقات اللي كانوا في الموقع السابق سمعت ان هذا الموقع سوف يغلق ويبق فقط هذا الموقع كما ترون به باقة واحدة تجمع كل الباقات كما ترون تجمع كل ثلاث باقات كما ترون هنا باقة تسعون يوم تسعون يوم تسعون يوم اقصى مبلغ هو خمس ملايين واقل مبلغ هو عشر المعزيرة مليون مليون هذا بالنسبة الى الموقع السابق اما بالنسبة للموقع هذا فمن مليون حتى خمسون مليون كما ترون لمدة ثلاثة اشهر على ما اعتقد نعم تسعون يوم عشرون بالمئة صافي ارباح شهري كما ترون صافي ارباح شهريا وهذا شيء جميل سوف ننتظر يعني صراحة بكل صراحة لم اقوم بالسحب بعد من هذا الموقع نقوم بالتوجه الى السحب كما ترون حاليا لم اقوم بالسحب وهذه الطرق المتوفرة للسحب كما ترون بيسير بريد موب وبريد الجزائر سي سي بي والبايير انا قمت بالايداع من خلال بريد موب صراحة كان لدي رصيد في بايير قمت بتحويله الى بريد موب وبعدها قمت بالايداع من خلال بريد موب حتى يكون يعني حتى يكون كل شيء موصوق يعني تعرف الشخص الذي تقوم يعني بارسال اليه الاموال حتى لو حدث شيء انت تعرف ذلك الشخص يعني هذا من وجهة نظري فقط اذا لو قمت بالسحب من هذا الموقع نسيت شيء المعزيرة واجهة المستخدم كما ترون حاليا الارباح الخاصة بي لمدة اربعة وخمسون يوم تقريبا تسعة وعشرون كما ترون تسعة وعشرون الف دينارز يعني زوج ملايين وتسعمية زوج ملايين وتسعمية لمدة تسعة وكما نقول ورحنا لمدة اربعة وخمسون يوم كما قلنا سابق اربعة وخمسون يعني الشهر اللي يجي وتقريبا خمسة ايام شهر وخمسة ايام سوف تكون ارباح صافية سوف تكون ارباح صافية اذا غدا ان شاء الله سوف تنزل الارباح وتصبح ان شاء الله تقريبا ثلث ملايين لمدة خمسة وخمسون يوم يعني استرجع رأس المال الخاص بي والباقي كلها ارباح الباقي كلها ارباح اذا سوف ننتظر انت تشاهد هذا الفيديو بعد انتهاء الباقة وانا لا انصحك بالاستثمار حتى تقوم بالبحث انا اشارك معك تجربتي فقط وصراحة لمن اراد الاستثمار فقط لمن اراد الاستثمار كما ترون بالنسبة للاحالات او يعني لم اقم باي احالة كما ترون مجموعة ارباح الاحالة مجموعة تحويلات مجموعة صحوبات هذا كما ترون يعني انا فقط استثمر في هذا الموقع ولا توجد به اي احالات اتمنى ان تستفيدوا من هذا الفيديو او تأخذوا لمحا عن هذا الموقع وهذا هو رابط الاحالة الخاص بك يمكنك اشاركته مع الاصديقاء والاستفادة من خلال دعوتهم نلتقي في موضوع اخر السلام عليكم